اشتركوا في القناة وأول ابتلاء كان في وجه أبيه آذر الذي رباه وقف في وجهه وقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فاستشاط آذر غضبا وقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا ولم يكتفي سيدنا إبراهيم بهذه المواجهة فقر أن يواجه قومه فذهب بفأس إلى الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم ولما حضر القوم واكتشفوا ما حل بآلهتهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فجن جنون القوم وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فتسابق القوم على جمع الحطب وأشعلوا النار في الحطب وكانت نارا عظيمة فماذا حدث ألقوا إبراهيم عليه السلام في تلك النار المتأججة فماذا فعل الرحمن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم لقى إبراهيم عليه السلام النمرود ملك بابل أحد ملوك الأرض قال إبراهيم رب الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأمر بالخروج ومفارقة أهله ووطنه وظل إبراهيم عليه السلام لا ذرية له حتى رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من السيدة هاجر فماذا حدث لهما أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى أرض قاحلة لا نبات فيها ولا ماء ويا له من ابتلاء عظيم أن تترك سوجتك وابنك إسماعيل في الصحراء القاحلة وبعد أن شب إسماعيل وكبر رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل رأى هذه الرؤية وهو شيخ طاعن في السن وهذا ابنه البكر سيدنا إسماعيل عليه السلام الحليم فماذا فعل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ونجح سيدنا إبراهيم عليه السلام في كل الابتلاءات فاستحق أن يكون للناس إماما شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر